كابتن اهاب جلال ومجد رفع النادي الاسماعيلي كابتن اهاب بنرحب بيك و بنقولك عودة حميدة وحمد الله على السلامة أول فوز النهاردة قدام مصر المقصة كابتن اهاب عايزينا تتحكي لنا عن الفترة فات شفتها ازاي وازاي رجعت بالصورة الكويسة دي مع النادي الاسماعيلي والعيبة كناية يعني بتشوفها كل يوم كابتن اهاب والله يتوفيه ربنا ما رجيش حاجة كان بعدين من بعد يتوفيه ربنا اللعيب انا كنت مقتنع ان في النادي الاسماعيلي اللعيبة جاية عيبة متازة كانت لكن ممكن تبقى الزلوك ممكن تبقى التجميع ممكن تبقى في شوية حاجات لكن هما كانوا يعني يشتغلوا كويس جدا وعارفين قيمة النادي الاسماعيلي وكانوا عند حصل نظام الجمهور وربنا وفاهم وهم استهلوا يعني سابقى وانا سعيد بيهم والحمد لله يعني احنا في الاول اخر احنا عاوزين ان الناس استعيلي بقى في مكانه واحنا يعني ما ندرش نعمل حاجة غير ان احنا نحمل ربنا على الكرم اللي هو كرمه لنا لان في الاول اخر احنا مش فيدينا حاجة نعمل نشتغل واللعيبة بتكتهي جدا وفيه ده من عند الابقى وانا بشكرهم جدا وبشكر جمهور بقى النادي اللي احنا عارفين انه هو مسان دي النادي حتى وهو مش موجود وبيضعوا للنادي وبيضعوا اللعيبة ونفسهم النادي يبقى كويس وده جمهور انا عارفه يعني جمهور انا جاي عشانه لان دي يعني الموقف اللي كان فيه نادي اسماعيلي او اللي فيه نادي اسماعيلي ما كناش نادر اقول لا عشان الناس ويكون نتحمل مسؤولية او زي ما يحصل يحصل الحمد لله ان هو يعني كرم ربنا ان الفرأة يعني الى حد ما بقت في المكان جيد ان شاء الله يبقى احسن بإذن الله بدعواتهم بعد توفير ربنا يعني فيه ناس كتيرة ما انا عارف يمكن انا عارف وانا وحمد النادي الاسماعيلي نادينا لكن بقيت الجهاز ما كانش عارف اللمس بقى الكلام ده في اسماعيلية ولمس الحب من الناس ومن كل الناس سواء جوه النادي او برا النادي ودي برضه طبيعة اسماعيليا مش اي حد يعرف احنا بس اللي نعرف الكلام ده ونعرف يعني الناس اسماعيلي والاسماعيلية كبلد الحمد لله يعني انا بشكرهم جدا حتى في اللي احنا داعبانين الناس بتدعي ودي حاجة يعني بعد كرم ربنا هي اللي قومتها يعني وبنحاول يعني اقولهم مقدارش اعمل حاجة احنا بنحاول احنا نبقى كويسين ونبقى حسن من كده وبنكتهد ومعانا ناس بتكتهد بشغل بميور دي وهمش عاوزين نتكلم في اي حاجة تخص النادي اسماعيلي او مشاكل او كده غير احنا نخلص بس الموقف اللي احنا فيه وبعدين بعد كده ان شاء الله الامور هتبقى احسن وان شاء الله النادي هتبقى احسن من ايه كابتان ايه بعز ان اقول لحضرتك حاجة كان خلالة القادر وحب الناس يعني شوفينت حبيت الناس وحبيت الاسماعيلي هم كان بيبدلوك ده بدعوات في المساجد بان ربنا اشفيك في السدانة دي كانت كبيرة جدا ربنا اكدامهم بمعبة داعهم الوقت في الصلاة ربنا اكدامهم بارك فيهم وهي دي الدنيا الناس بتساعد بعضها وانا بذكرهم جدا انا مش عارفة وقولهم ايه دي ربنا اكدامهم ان شاء الله بارك فيك وان شاء الله يعني داي اسماعيلي بقى احسن في الفترة اللي جاية وانحاول يعني نستمر في اللي عاوزين توفير ربنا بس احنا مش عاوزين اكدامهم كده وربنا ايساك مش عايزة ارجعك لذكريات المرض ولكن كنت بتتفرج على المباراة الاسماعيلي ازاي والمشاعر والانفعالات لا انا كنت طبعا بعمل الحاجات وبابعاتها وبعدين بفتح التلفون طول المباراة والتلفزيون لا لا تلفون فاتحه والتلفزيون ففي المستشفى بقى بعد اول مطشة وانا هناك فقال لك ايه الراجل تسمعين صوتي بقى انا بقول له ما عادش يدكن من قبل المطشة البعد المطشة سمعين صوتي بره بقى اللي عيان ده بقى صوته عمالة ازعه واعملوا بقى بدأت اللوم بقى فقال لك ايه الراجل ده اللي هادي ده بره اعملين هنا هنا مشاكل بقى انا عرفت ان هم اقولولك برو حد اه راجلني اخر ما تفرجش خالي اصبحت مفاضي اصلا مستحيل ان انا ببطى تتسلين دقيقة مع كبات ولا فغير فهم ما دخلوش جولي بعد بتاع بقى يصولي الضغط ويصولي الحمد بالله وتقول ما انا مش متنافذ بس هما سمعوا وصولي بقى قص دي اللي طولت معك شوية طب كابتان يمكن يعني حضرتك وجودك طبعا حاجة جميلة جدا ويكفي الجمهور بيحبك وببدلك بهذا الحب فيعني مين من اللاعبين اللي كان بيتكلمك يعني كنت بتتواصل ما كنتش بتتواصل خلص مع الجهاز حتى كنت بتتواصل مع كابتن حامد بقى لكن ما كنتش بتتواصل يعني بحت بعد الرسائل اللي بعد الناس الكباري اللي كانوا بعد 3-4 يمنا أول 3-4 يمنا يعني ما كنتش موجود لانما ربي الله ستقرها لكن ما كنتش يعني كنت قريل جدا يعني فلا عدت يعني ما كنتش بتتواصل مع اللاعب لكن هما كانوا كنت حامد تواصل اللي بقى حقيقية كنت يناب اخر حاجة شاية فانت الزمان كتزاي من وجهت نظرك كنت قلت له الجمهور يا فترة اللي جاية والله ما اتفاصل طبعا تتلعب فلقة جديدة وتلعب كاس ومتعرف في الظروف ولا الحكام ولا تعرف ظروف المباراة في يوم لكن احنا النادي اسمعيلي بردو يعني في الاول الاخر حتى كجهاز احنا نلعب على مكسب في اي حتة ان شاء الله الطريقة بتاعتم احنا نشوف الطريقة لكن بقول للجمهور ان شاء الله كل مورمنا اما حاجة توفية ربنا نحن بتعمل مجودة وهو توفية ربنا في الاول الاخر ان شاء الله نكتهد ونحاول نعمل حاجة جيدة ونحاول نرايحهم اليومين دور غد المباراة ونشوف ايه لا يحسن ان شاء الله